مرحبا بكم في قناة أرض الخبر أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط عن تنظيم رحلتين بحريتين بالتعاون مع السلطات المغربية من أجل السماح للفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا الذين يسافرون في مركبة مسجلة في أوروبا بالعودة إلى ديارهم وقالت السفارة الفرنسية إن الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء وتانية الرحلتين يوم الاثنين 24 يناير الجاري من ميناء طنجا المتوسط صوب ميناء مارسيليا وأفادت السفارة بأن السلطات الفرنسية ليست مسؤولة أي حال من الأحوال عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم بالرحلتين وكانت السلطات المغربية قد قررت تمديد تعليق الرحلة الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير الجاري يأتي ذلك في وقت يتفشى فيه متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستشد في المغرب والعالم ما دفع السلطات إلى إغلاق الحدود الجوية والبحرية